بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب مجددا في شروحات مقرر صناعة القرار في الأعمال اليوم بإذن الله سنكمل الحديث ما يتعلق في المنظمة سنتحدث عن درس جديد وهو فهم دور الاجتماعات الفعالة في المنظمات لكن دعونا بشكل سريع نسلط الضوء على الدرس السابق ومن ثم نبدأ بإذن الله في درس ذكرنا في الدرس السابق قنوات التواصل الرسمية ما هي قنوات التواصل الرسمية التي من خلالها يتم إيصال الرسائل ما بين المنظفين ذكرنا هي قناة للتواصل بين مستويات لدينا مستوى إدارة العلية إدارة الوسطى إدارة تشغيلية أو ما يسمى بالمدرأ والأقسام وبالتالي كيف يتواصلون بالتأكيد عبر قنوات التواصل الرسمية ذكرنا هناك ثلاث أنواع للتواصل ما بينهم قد يكون اتصال تنازلي وهو بشكل تعاميم أو خطابات أو أوامر تأتي تعليمات من إدارة العلية إلى الإدارة الدنيا من مدير القسم إلى الموظفين قناة الاتصال التصاعد تأتي من الموظف إلى مثلا مديره أو من المدير قسم ما إلى رئيس المنظمة أو فقي تتم بين الأقسام مثلا أو داخل القسم نفسه ما بين موظف مبيعات الألف موظف مبيعات با يتناقشون حول أمر ما ويتبادلون الخبرة فيه كذلك مثلا بين قسم إدارة التسويق وإدارة المبيعات وبالتالي يعتبر من التواصل الأفقي ذكرنا أن التواصل التصاعدي عادة يعتعلق بالتفسير والتواصل الأفقي يكون في التنسيق والتنازلي عادة يبحث منه التأثير ولكن لا يعني ذلك أن التواصل التنازلي لا يعني أو لا يقوم بالتنسيق أو لا يقوم بالتفسير ولكن بشكل عام يكون له دور في التأثير أكبر من غيره من المهام الأخرى ذكرنا البريد الإلكتروني وآدابه حينما تكتب رسالة لابد أن تضع عنوان الشخص بشكل صحيح اسمك وبالتأكيد تصيغ الخطاء أو الرسالة بداية بتحية ومن ثم الموضوع بكتابته بشكل واضح بعجلك النقاط وأيضا ختامه بتوقيع وبيانات اسمك أو اتصال بك وبالتالي يكون واضح للقارئ ولا يكون هناك تفصيل أكثر مما يجب درسنا اليوم هو الدرس الرابع فصل الثالث وهو فهم دور اجتماعات الفعالة يعد الاجتماعات أحد المكونات الأساسية الشائعة لتنظيم العمل في المنظمات ومنظمات الأعمال حيث يحضر موظفين ومديرين عادة بعض اجتماعات كل أسبوع فيما يقضي كبار المديرين تنفيذين أكثر من نصف ساعات عملهم في حضور اجتماعات إذن كلما كان الشخص في مراتب عليا وكلما كان الميتنج أو الاجتماعات كثيرة بالنسبة له وكذلك المؤتمرات الدورية والاجتماعات المجدولة وبالتأكيد هناك أسباب لماذا يتم عقد اجتماعات كثيرة إذن من خلال التفصيل ذكرنا كل أسبوع قد يكون هناك اجتماع أو قد يكون هناك أكثر من اجتماع في اليوم بالنسبة لكبار المديرين التنفيذيين وغيره وهناك أسباب تجعل المنظمة تهتم بالاجتماعات يتم تنظيم الاجتماعات بحيث يمكن المشاركين التحدث وجها لوجه أو كما ذكرنا في الفرق الافتراضية اجتماعات افتراضية مع أفراد في أماكن متباعدة وقد يكون في دول مختلفة في كل الحالات سواء وجها لوجه أو عبر التقنيات تعزز الاجتماعات البناء والتواصل البناء ما بين الموظفين مع الآخرين بالتأكيد وتتيح لك مراقبة الأمور اللفظية وغير اللفظية المشاركين الطلاع على تعابير الوجه الطلاع على إذا كان الاجتماع عبر تقنيات الفيديو كذلك بإذن الله في هذا الدرس نتحدث عن الأسباب التي جعلت المنظمات تهتم بهذا الاجتماعات ودورها في إنجاح العمل إذن الاجتماع أو اجتماعات هي اللقاء فردين أو أكثر في وقت واحد لمناقشة المشكلات المتعلقة في العمل بهدف مثلا صنع قرار أو الموضع ذات الصلاة ووضع الحلول له هناك حالات مثلا تستدعي عقد اجتماعات فمثلا حضور أحد أعضاء الفريق مؤتمر ما حضر مؤتمر ويود أن يطلع ويشارك زملائه مثلا الخلاصة التي خرج بها من المؤتمر قد يقوم باجتماع عقد اجتماع ويخبر الموظفين فيه مثلا راجعت المواقع الكترونية الخاصة بمنظمات السفر الأخرى وتريد إبلاغ الزملاء أو الآخرين بموجته تود إبلاغ المدير ورؤس الأقسام وغيره وبالتالي قد يكون اجتماع مناسب في هذه الحالة لكي تتناقشون هذه الاختلافات ما بينكم وبين المنافسين مثلا أعد أحد أعضاء الفريق مخطط أولي للموقع الجديد ويريد بعض التعليقات والملاحظات حوله لذلك هو يريد تعليق ويريد مشاركة قد يكون اجتماع مناسب في هذه الحالة أعلن مثلا مديرك عن سياسة جديدة لاستخدام إنترنت وتريد مناقشة كيفية تأثيرها على الفريق إذن تود مناقشة مع السياسة الجديدة مع المدير وبالتالي قد تحتاج اجتماع مع المدير والأعضاء المتعلق أو متأثرين في هذا الأمر اختار بعض أعضاء الفريق تصميمين محتملين للمواقع المحدث ويريدون حصول على إجماع الفريق وإجماع الموظفين وبالتالي الاجتماع أو عقد الاجتماع سيكون مفيد في هذه الحالة البرنامج الذي يستخدمه الفريق لإنشاء صفحات صعب للغاية مما يتسبب في حدوث تأخيرات إذن سنجتمع لوجاد حلول لهذا المشكلة إذن في هذه الحالات قد يكون مناسب ولكن هناك بعض الأمور لا تستدعي عقد الاجتماع فمثلا دعوة قائد فريق إذن لا يفضل أو لا يمكن أن ندعو العقد الاجتماع لكي نخبرهم باجتماع آخر كذلك مثلا إذا أخبرتم بتجد الاجتماع سيتم عبر رسائل البريد أو الإلكتروني وغيره أو رسائل مكتوبة مثلا تفاصيل خطة كل عضو سيراجع لوحده ويقوم بالرد عليها من خلال مراجعة الشخصية يريد قائد تذكير المجموع بتاريخ الاجتماع من خلال الرسائل سيكون وسيلة مناسبة إذن لكل هدف سيكون هناك وسيلة مناسبة وذكرنا ذلك في قناوات الاتصال قد يكون مثلا اجتماع مفيد وقد يكون هو خسارا للمنظمين حينما تعقد الاجتماع قد يهدر الوقت قد يكون هناك تكلفة الاجتماع خصوصا إذا كان هناك سفر وحضور وقد يكون الاجتماع في مقر بعيد إذن سيكون هناك تكاليف للسفا تكاليف الاجتماع للإقامة وبالتالي لا بد أن يكون الاجتماع مفيد والموقف أو المشكلة تحتاج هذا الاجتماع إذا هناك طريقة أخرى أفضل من الاجتماع بالتأكيد سنرجع إليها دون الحاجة إلى عقد الاجتماع تعقد الفرق اجتماعات للأسباب التالية أولا لمشاركة المعلومات نتبادل المعلومات قد تعقد الفرق اجتماعات لتبادل المعلومات تتعدل الاجتماعات التي تهدف لإطلاع الفرق على مستجاة العمل لديك تطور في العمل في الإنجاز وبالتالي تكون اجتماعات فرصة لأن تعرض عليهم المعلومات وتشاركهم الإنجازات وأيضا لطرح الأسئلة والإجابة عنها إذا كان هناك استفسار وأسئلة من فرق العمل أو الزملاء أو الإدارات الأخرى كذلك تجمع معلومات إذا كان موظف يريد معلومة من مبيعات حينما يجتمع معهم سيكون الاجتماع فرصة لتبادل وجمع المعلومات أيضا يمكنكم مثلا عقد اجتماع لتعريف الفريق على عضو جديد إذا انضم أحد الفريق بشكل جديد قد يكون اجتماع مفيد في تعريف هذا الموظف بزملائه وكذلك الزملاء يتعرفون على هذا الموظف أو الإعلان عن نجاح أو الإبلاغ عن مشكلة أو مستجدات أو للتدريب أو غيرها من الأمور التي من خلالها نهدف إلى أن نتشارك المعلومات إذن أول سبب هو أن نتشارك المعلومات ثانيا نقوم بحل مشكلة لدينا مشكلة في الفريق في إنجاز العمل أو لدينا معوقات وبالتالي نجتمع لمعالجة المشكلة بعد رصدها وما السبب الذي يضعه الزملاء والقادة في حل مشكلة ونخرج بأفكار من خلال عصف الذهني وغيره وبالتالي نصل إلى نقطة معينة وبالتالي يكون لها تأثير اجتماعات في حل هذه المشكلة إذن قد نقوم بعقد اجتماع لغرض حل المشكلة ثالثا التخطيط إذن قد نخطط نجتمع لكي نخطط المستقبل لمشروع جديد لمنتج جديد وغالبا ما تلجأ الفرق لوضع الخطط وتنسيق النشاطات الفريق والمهام والتنظيم فيما بينهم وبالتأكيد لا بد أن يكون منظمة العمل وكذلك الاجتماعات تكون مخططة ومرتبة لكي يكون الأفراد مستعدين للمشاركة بالأفكار التي لديها الاطلاع بالتحديثات إذن غالبة الفرق إلى إبقاء العضاء مثلا نحن لدينا عمل ولدينا مستجدات قد نعقد اجتماع فقط لإخبار الآخرين بالأحداث التي تمت والتحديثات والتطورات وقد نحدث مثلا مرة على الأقل في الأسبوع هناك بعض المنظمات يكون لديها اجتماع بشكل أسبوع في يوم محدد حتى لو كان لدقائق معدودة من خلاله يتم الحصول على التغذية الراجعة أو ما يسمى بالفيدباك وبالتالي نستفيد منه في إنجاز المهام لهذا الأسبوع وكل أسبوع سيكون لدينا اجتماع لنتابع المستجدات وكذلك التحديثات التي تمت على المشاكل مثلا أو غيرها من أسبوع السابق وبالتالي قد يكون لديها تنظيم وقد يكون لديها بصفة غير دولية حيث تتاح المشاركين فرصة إبلاغ عن تقدمه مثلا لدينا موظف ولديه مهمة كل أسبوع سيطلعنا على آخر ما تم إنجازه في مهمته وبالتالي يكون المسؤول على الطلاع ويساعد أيضا هذا ما يسمى بالاجتماعات التطلعية لأن نأخذ فكرة عن المستقبل كذلك بالإمكان من خلال هذه الاطلاعات أو من هذه الاجتماعات نستطيع أن نأخذ فكرة كمسؤول أو كموظف صنع القرار إذا نجتمع لكي نصنع قرار تلجأ الفرق أحيانا لاجتماع حتى تتمكن من العمل مع زملاء أو مع الآخرين بشكل تعاوني لكي نصنع قرار فهذه الاجتماعات قد تطلب مراجعة طلبات تعيين موظف أو تحديد أهداف المشروع القادم أو مثلا لعقد شراكة مع جهة أخرى وبالتالي صنع القرارات وهو مشاركة والشورى ما بين الموظفين لذلك الاجتماعات لها فوائد كثيرة فصنع القرار حينما يكون الأمر شورى يتشاور مثلا القائد مع كل موظف أو مع الموظفين في هذا الاجتماع ويطلعهم على القرار أو الهدف ويتناقشون سيخرجون بالعديد من الأفكار والحلول والاقتراحات التي تكون مفيدة للعمل لذلك الاجتماعات كما شاهدنا دورها كبير في إنجاز العمل ولا بد أن تكون مخططة بالشكل الصحيح وهذا بإذن الله سنتحدث عنه في الدرس القادم لما يتعلق كيف نخطط الاجتماع فعلا في نهاية هذا الدرس دعونا نستذكر ما تصطرقنا له ذكرنا أن لا بد أن نفهم دور الاجتماع والاجتماعات هي لقاء فردين أو أكثر لماذا؟ لكي يناقشون مشكلة بأهداف المنظمة وأيضا صنع القرار ووضع حلول لهذه المشاكل والفرق ذكرنا تجتمع لعدة أسباب قد نشارك معلومة لدينا معلومات نود إخبار الموظف فيها أو لدينا موظف جديد يودى اطلاع على أعضاء الفريق الزملاء وبالتالي خلال اجتماع نستطيع إيصال هذا الأمر كذلك حل مشكلة لدي موظف لديه مشكلة يعقد اجتماع مع القسم مع زملائه أو مدير لديه مشكلة يقوم بالاجتماع مع الجميع لكي يقوم بحل المشكلة كذلك التخطيط نحن نقوم بالاجتماع لكي نخطط وبالتأكيد سيكون لتخطيط المستقبل لإطلاق منتج وغيره وبالتالي يكون من المفيد أيضا أن نستفيد من الاجتماعات في التخطيط الطلاع بالتحديثات وهذا أيضا من الأساليب المهمة في عقد الاجتماع لماذا؟ لكي يكون المدير والمسؤول مطلع على آخر التفاصيل نذكرنا قد يكون هناك سياسة في المنظمة كل مثلا رأس أسبوع أو شهر سيكون الموظف لابد أن يقدم عرض عن الإنجاز الذي تم خلال هذه المدة سواء شهر أو أسبوع وبالتالي هذا ما يتعلق بالتحديث وإطلاع الموظفين وهذا مهم جدا وذكرنا أن من أهم المهارات هو تقديم العروض والإقناع والآداء ذكرنا في صناعة قرار واحد أن كل موظف سيطلب منه مثلا في وكات سفر السياعة عن إنجازاته لذلك هذه مهارة أيضا لابد أن نكتسبها في عملية إطلاع الموظفين على آخر الإنجازات أخيرا ذكرنا صنع القرار قد نجتمع لكي نضع نقاط وقرارات ونصل إلى أفكار تكون مفيدة في صالح العمل ونلجأ إلى إيجاد الحلول المناسبة التي قد تكون مفيدة من خلال المشاركة ولا تكون قرارات مثلا مختصرة على شخص واحد ينتج هذه القرارات إلى هنا عزان الطلاب نكون انتهينا من درسنا هذا اليوم شكرا لكم بحسن متابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته